اطلع الشيخ عمر بن حبريش وكيل اول محافظة حضراموت الاربعاء على الوضع الصحي في مديرية الرئيسة وقصيعر والجهود المبدولة لارتقاب مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وخلال اللقاء استعرض مدير مكتب الصحة بالمديرية فؤاد المطري ونائبه وافي القرابي ايجابيات اقامة المخيمات الطبية المجانية التي تنفذ بالشراكة مع المجتمع بالاضافة الى المهترحات التطويرية ومعالجة الاشكالية الماثلة وتقديم تصور لتشهيد سكن الاطباء لجانب داخل المستشفى